بسم الله الرحمن الرحيم وركعت لكم فيديو جديد هنعمل النهاردة مع بعض هنشر في الورد وهنعمل مع بعض البوكس بتاع حفظ الورد الطبيعي انا عارفة الفترة اللي فاتت الفترة دي بما ان الجو برد جدا ورتوبة عالية جدا جدا فعشان بس للفيديو ده لو ظهر في الصيف انا عامل الفيديو ده في الشتاء فكان البرد كان صعب جدا فهقولكو ازاي طرق تنشيف الورد طريقة جديدة مختلفة شوية عن الفيديو اللي انا عملته قبل كده علشان كمان ناس كتيرة جدا بتشتكي على الجروبات ان بعد ما بتنشف الورد ان هو بيوصل لمرحلة العفن رغم ان هي منشفة كويس او زي ما هي بتقول ميديا وقته كويس جدا هقولكو بقى الاسباب ايه ايه الاسباب اللي حصلت او ايه الغلاثة اللي انتو عملتوها وايه الحلول اللي بتتعيمي لي تمام ده كان شكله طبعا الورد النبيتي معروف ان هو بتحول للون ده يعني هو تحفة وكمان الاضاءة فالحد ما حاولت افتح برضو الاضاءة عشان ابينلكو هو عال طبيعة احلى كتير وزون برضو الورد اللابيض زي ما هو ده طبعا كان شكله قبل البوكيه كبير جدا خلي بالكو البوكيه كبير ما شاء الله وكان لسه لازم البوكيه يجي اول يوم تاني يوم بالكتير جدا ماينفعش يكون وقع او باظ الورد او اي حاجة وتشتغل فيه ماينفعش لازم العملي لما يجي يجيبولك الطبعا العروسة هي اللي بتجيبولك المفروض ده مثلا بتاع فرح بتاع خطوبة بتاع اي مناسبة فانتي بتحتفظ بيه حتى لو ممكن مثلا هدية من اي حد عزيز عليكم بوكي ورده فبنحتفظ بيه في البوكس ده انا هبتدي هشيل الستان عشان عايزة شكله يبقى انا عايزة اعمل يعني ايه اعمل كوبي منه بس بشكل تاني عشان اكنه هو بس بيبقى ناشف بقى مش اللي هو بقى ايه هيبوز او هيعفل تمام ده طبعا الورد اللي هو البيبي فلاور هنركنه على جنب وهبتدي ان انا اطلع الورد كله انا حاولت افك طبعا البتاع بس تمام هفك الستان ده وهزبطها في الاخر يعني قلت لما اشيل الورد الموضوع هيبقى اسهل شوية هحاول اشيل كل الكمية طبعا هتلاقي فيه طويل وقصير ما عندي ناش مشكلة والبردو الزرع الاخضر ده هننشفه هنحاول ننشف على كل بكل الطرق يعني بطرقتين بازن الله انا هنا جبت الورق عارفين انتو اللي هو ورق الخط الحلواني او اي خط عندكم موجود مش شرط يعني انا هنا كنت بعمل ايه انا عشان بدل مقص واحدة نفس الحجم فانا بعملهم ايه بعملهم دابل 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 علشان لما اجي قصة قصة كمية مرة واحدة يبقى الموضوع اسرع بالنسبالي تمام عشان بس اللي مش فاهم الطريقة دي الطريقة دي بعملها اكتر في البلالين يعني علشان الواحد لما يجي يعمل بالين في السقف فالموضوع بياخد وقت فانا عشان كده انا جبت شماعة اي شماعة عادية وبدأت ان انا اربط بقى الخيط بقى اي ارتفاع مش شرط ارتفاع معين بس تمام هنعمل انها مرجح الورد شوية وبجد والله هنقلبه يعني انا عملت بقى طبعا كزا واحدة هنعمل بقى كله وهنبتدي ان احنا نقلب الورد وهنربطه في اخر الحبل يعني اول الحبل هنربط في الشماعة والنحية التانية خالص في اخر الحبل هنربط في الوردة بالطريقة دي طريقة سهلة جدا دي اول طريقة واللي انا عملتها معاكم قبل كده او قلتلكو وقفوا الوردة عكسي عشان ينزل منه المية والرطوبة كده كده كل ده هيتبخر يعني تمام فهنبتدي ان احنا نعمل كل الورد بنفس الطريقة تمام فهتحتاجوا بقى الكمية هتحتاجوا مثلا شماعة اتنين براحتكو طبعا هنا الورد كميته كبيرة شوية فعلشان كده رحتاجت تقريبا حاولي شماعتين هتلاقي طبعا الورد اطوال فكده كده هو ازيادات كده كده بتتقص يعني علشان الحجم البوكس طبعا البوكس ممكن في منه احجام انتم ممكن تعملوه عندنا الجار بالاحجام اللي انتم عايزينها لو انتم عايزين مثلا حجم الورد يبقى حجم البوكس يبقى اكبر شوية بس طبعا هيكلف ولازم نعلقوا كده ما يغبطش في حاجة يعني في حاجة شبه الدولاب اول حاجة يبقى عن النور بلاش اضاءة خالص ومكان يكون مفهوش اضاءة وفي نفس الوقت يبقى كده ما يغبطش في حاجة علشان الورد ده يتبقى ما تتطبقش او ايه تاخد وضع مش لطيف بس ده كان شاكله هنعمل كده في كل الورد ودي اول طريقة انا هنا صراحة كنت بزاكة شوية قلت بقى ايه علشان البيبي فلاور ده صغير شوية وانا مش هقعد اربط كل واحدة فحطيت double face على عصوية مش شماعة وبدأت ان انا الازدق فيها البيبي فلاور ده علشان ينشف هو كده كده الحمد للبيبي فلاور مش هياخد وقت وهينشف بس كان كل مشكلتي معه في الجو البرد ده كل مشكلتي مع الورد الطبيعي ووقفت برضو كان موردية بس عايزة اقولكم ان هو الفكرة دي وقات خلي بالكو ممكن تعملوها بصورة تبة هيبقى امتن شوية عشان لازم اقولكم كل الافكار اللي حصلت وحطيت الاخضر وحطيت البيبي فلاور وحطيت كل حاجة دي بعد تقريبا ثلاثة اسابيع على ما اتذكر يعني من ان انا سايبا كده بصوا شكله زي ما هو وكل حاجة نشف شوية من برا بس لسه لما انا امسكه كده طاري من جوه ده لو اتحط في بوكس رغم ان هو فتعية ثلاثة اسابيع هيعفن هيعفن بجد يعني اسمعوني لسه في رطوبة عالية ولسه في مية فالموضوع صعب جدا ففكرت في الفكرة دي بصراحة قلت تم انا جرب في الفرن جربوا وردية واحدة في الاول عشان تشوفوا درجة الحرارة وتضبطوها لما حطتها اول ما بفتح الفرن اللي حس بقى بالرطوبة فبدأت ان انا حط البيبي فلاور وحط الاخضر تحفة حقيقي تحفة عايز اقولكو ما خدش وقت مني خالص من خمس لعشر دقايق على درجة حرارة متين وبرضو عنيكو عليه عشان ما يتحرقش تمام البوكس طبعا انتوا عارفين اتكلمت عنه قبل كده ده مقاسه تلاتين في تلاتين سنتي تمام بس انا هبتدي بقى ان انا ادهنه بسبري اللي هو سيلفا دهبي عشان يعني العروسة عايزة دهبي حسن من دون اللي انتوا عايزينه ابيض اسود في الوان كتير جدا مني عايز اواريكو برضو الوردة بعد ما نشفت طلعت عيني بجد يعني بس لقى تحفة وخلي بالكو عشان ما تحرقش بصوا ما بتقعش انا حاولت ان انا حركها عشان مثلا اللي هي بتفرفت ولا حاجة لأ سابتة جميلة حتى بصوا دي ممكن تكون مفتحة بس الورق موقعش ولا اي حاجة ولونها عامل ازاي انا حاولت ان انا اقرب عشان اواريكو لونها دي طالعة من الفرن البخار كله على فكرة لحتها كمان زي ما هي انتوا ممكن كمان قبل ما تقلبوها ممكن قبل ما تقلبوها وده البي بيفلاور ابيض زي ما هو ولا اي حاجة والاخضر بصوا اخضر زي ما هو بس هي الفكرة في اللون النبيتي هو اللي بيغمق شوي انتوا عارفين لو اي لون واردة تاني مش هيغمق تمام طبعا انا عايز اعمل نفس الشكل ده هعمله عشان نعمل ايه يعني نفس شكل البوكي قبل هعمله برضو بس على صغير مدو تمام انا هنا ادي الحتة برضو اللي كانت جاية من البوكي وهقصها عشان ازبط شكلها تمام كنت عايز اقول حاجة يا رب ما كنت نسيت كنت بقول حاجة اه تعالوا نتكلم عن البوكس البوكس بقى سعره اي نجار مبدئيا هيعمله لك بصوا عشان بس انا شغال اي نجار هيعمله لك وفي ان فيه فيه صفحات على الفيسبوك بتقول مثلا بتبيعه يعني تمام وبتبعته لك شحن لو انت عايزه وبتدهونه وبتدهونه وكل حاجة انا عملته عند نجار تقريبا سعره يتراوح من ستين لسبعين جنيه بعدين رشيته السبري ده سعره زيت فبعشرين جنيه الواحدة انا جبت اتنين تحسبا لان الخشب لما بيكون لسه يعني بيمتص سبري كتير عشان اقول لكم الاسعار تبقى عاملة ازاي تبقى انتوا فاهمين ايه اللي بيحصل تمام تمام بدأت ان انا بصو عملت حتة مربع انا عايزة تنيقل حرف التاحة الجوة بحيث ان هو يديني نفس شكل البوكيه الكبير بس انا هعمله على صغير تمام وهبتدي اعمل اللي هي الحتة اللي تحت في البوكيه هو مفروض البوكيه كان طبقتين فهبتدي برضو اعمل الحتة دي بحيث انها تكون الطبقتين وهلزقها بقى بالعكس يعني شوفوا اللي فوق لزقتها لتحت لكن دي هلزقها لجوة علشان تدينا اللي هو ايه الدورون الحلو ده تمام احنا كده عملنا بوكيه بس على صغير شوية على قد الورد وعلى قد البوكس ممكن تكبروا البوكس زي ما قلتلكو بس سعره هيزيد في ناس بترش الورد بس بري ابيض شفاف عشان يحميه بس لو هو ما قدرتش ترش الورد ده طبعا ده عدد كبير جدا من الورد فكان هيكلفني فوق ما حد هتخيل كمان لو الورد فيها رتوبة وانتو بترش سبري ومثلا في حتة من جوة من جوة الوردية ما جاش عليها الاسبري هتعفن برضو فخلي بالكو دي كلها الاسباب اللي ايه اللي ممكن تخلي الورد يا عفن انا حطيت الاول الخضرة وبعدين رصيت وطبعا الزيادة في الاخصان بدأت ان انا اشيلها وبعدين في كل صفة بحاول احط البيبي فلاور عادي جدا وبرصه زي البوكي يعني بحاول ان انا ايه اخد مني وقت فوق ما تتخيلوا بس انا الحمد لله حاولتنا المو يعني يعني التلتاشر دقيقة دي حقيقي يعني كانت ممكن تكون حوالي يعني هو اخد مني تلت اسابيع تقريبا الورد عشان ينشف او اسبوعين انا مش متذكرة بالضبط وبعدين الشغل اللي فيه والسبري خد مني ومين عشان ينشف فالموضوع مجهد مش زي مثلا ما هو ظهر قدامكو في المونتاج لأ حتى تلقوني كل شوية كنت بغير كل شوية الموضوع ما خدش مني يوم او ساعة زي ما انتو الموضوع بسيط فممكن تسعيره يبقى اغلى شوية انتو هيكلفكو قد اي كمان لسه الحروف بتاعت الاسماء اللي هتكتب ممكن تحطه كمان سور ممكن تحطه اللي انتو عايزينه فالحروف والاسماء دي مثلا من 30 ل 40 جنيه ممكن تكلف 50 جنيه حسب لو فيه كلمة كبيرة ولا حاجة فتسعيره بصراحة ممكن يوصل ل300 جنيه يعني فيه الناس فعلا بجد يعني بصوا بوكيه زي ده انا عملته ولفيته من اوله جديد فالموضوع ممكن يكون مكلف الى حد ما فانتو بقى حسب زوقكو حسب ما انتو عايزين تدفعوا فيه قد اي او كده بس كده كده الورد هو اللي بيجي من العميلة فانتو لو حسبتو البوكس مع التكلفة مع الحاجات دي يقول مثلا 150 جنيه بس 150 او 160 كمان خمات تمام ده لو حطيتو كمان سبريها الموضوع هيكلف فالحل اللي بقى هو انكو ده غير الشمع كمان ده غير ايه تاني يا ربي عايز اقول لكو يا رب ما كون ناسي حاجة غير كمان الاستمغل اللي هو او الامير اللي هتلزقوا بيه فالموضوع الى حد ما مكلف فالتسعير بتاعه هيبتدي من 250 حسب ما انتو قادرين يعني تعملوا العميلة او الى 300 تمام حسب برضو عدد الورد اللي كانت كمية كبيرة جدا لو عدد ورد قليل هتقلله في الساعة تمام او بس بعدين بقى انا عملت الفيونجة طبعا اللي كانت في نفس البوكي عشان نديني نفس الشكل ده كان شكله بعد ما الدهن والدهن والناشف وكل حاجة وبدأت احط البوكي ده كان شكله بعد ما تحط يعني بجد شكله كان طحفة وعلى حقيقة كمان احلب كتير ممكن تلزقوه بامير او تلزقوه بشمع زي ما انا عملت كده بعدين هنرص الكلمات او الاسماء الاسم العيس والعروسة وكلمة كده زي ما انتو عايزين براحتكو خالص وتاريخ مثلا المناسبة وكمان انا بدأت من انا جبت السامغ ده عايز اقولكو السامغ ده تحفة سوري الامير ده تحفة وكمان هقولكو انا جبته منين وتفاصيل كلها في الفيديو ان شاء الله القريب لو هو نزل already يعني لو هو مسلا شفتوا الفيديو ده متأخر وهو نزل فهتلاقوه في صندوق الوصف فانزلوا صندوق الوصف هتلاقوه في تفاصيل كثيرة جدا وهنزلوكو الفيديو لارا كنت عملت قبل كده عن الورد في صندوق الوصف برضو اتمنى يكون الفيديو لطيف وعجبكو طبعا انا لزقته بامير اه ما تتخونيش اللايك يعني وكمان النقط الصغيرة بقى بتاعت الكلام كان الى حد ما سهل والتاريخ الى حد ما سهل الفكرة كلها في النقط الصغيرة كتت صعبة جدا فبدأت ان انا اناقض بس نقطة من السمغة ده او من الامير ده على الخشب وبعدين حطيت النقط الخشب بدل ما امسكه في ايدي ويلزق علشان ايديكو خلوا بالكو اتمنى يكون الفيديو فاتكو ما تنسوش اللايك وسبسكراب ايما تشوفوني وتعلقوا نستا ودولي ايه رأيكو بجد وباذن الله رد على اي اسئلة باذن الله في الفيديوهات الجاية فكل فيديو برد على الاسئلة اللي فاتت او تفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد باذن الله وده كان شكل ورد من قريب حقيقي الموضوع مبهر وجميل جدا وباذن الله لو جي اي فرصة اي لون ورد تاني ونشفته هورهلكو علشان برضو تشوفوا الفرق بين النبيتي وبين اي لون تاني وبس اشكركم واتمنى الكل بجد يبقى متحمس وبالنسبة له كل حاجة سهلة بفضل طبعا ربنا وبفضل ان انتم تتفرجوا على الفيديوهات كده وتركزوا وتنفزوا على طول وربنا معيك ورب